اهلا وسهلا بكم عزيزي المشاهدين تعيش الكتل السياسية هذه الايام مخاوضات واجتماعات مكثفة حول الاصلحات التي اطلقها السيد العبادي استجابة لمطالب المتظاهرين ونصائح المرجعية الدينية التحالف الوطني اللاعب الاساسي في تلك العملية يعيش هو الاخر سجال حول تلك الاصلاحات بالاضافة الى موضوع رئاسة التحالف المتنازع عليها بين كتلتين المواطن ودولة القانون ما الذي تمخض من اجتماعات التحالف الوطني الاخير من اتفاقيات كيف سينحسب موضوع رئاسة التحالف كجزء من التسوية السياسية هل تؤثر الانقسامات داخل التحالف على تطبيق الاصلاحات وهل سنشهد تحالفات داخل التحالف نفسه؟ ما الذي يفعله السيد العبادي اذا وجد ان الاصلاحات ستضر بالتحالف ومكوناته؟ هذه الاسئلة سنطرحها على ضيوفي لكن دعونا نشاهد ما عده لنا الزميل حسن فالح يتزايد الخلاف داخل التحالف الوطني اكبر تكتل سياسي شيعي يضم القوى الرئيسة بشأن منصب الرئيس الذي لا يمتلك صلاحيات مؤثرة في قرار التكتل الشيعي لكنه يحظى باعتبار معنوي ويلقي الانقسام الشيعي الذي اطاح بنور المالكي بظلاله على التحالف المكون من اتلاف اجمع عمار الحكيم بمقتدى الصدر واتلاف دولة القانون الذي ينتمي له حيدر العبادي ويرأسه شكليا المالكي وتؤكد كتلة المواطن انها وحليفتها الاحرار متمسكتان بترشيح الحكيم لرئاسة التحالف لكن من دون تصويت مفضلة التوافق في هذا الخصوص بينما يتمسك دولة القانون بترشيح حالي الاديب عبر آلية التصويت لكن رئاسة الحكيم للتحالف الوطنية تصطدم بالنظام الداخلي للتحالف الذي ينص على ان يكون الرئيس عضوا في مجلس النواب وان يحصل على ستين بالمئة خلال التصويت عليها ويبدو ان هذا الانقسام الشيعي الشيعي ادى الى عدم عقد التحالف الوطني جلساته لمناقشة التطورات التي تشهدها البلاد وجعل البعض يدعون الى لقاء على مستوى القمة لحل مشكلة النظام الداخلي السابق ويقول حسن الساري عضو كتلة المواطن ان التحالف الوطني اصبح منقسما الى فريقين احدهما داعم لترشيح رئيس المجلس الاعلى عمر الحكيم واخر داعم لمرشح اتلاف دولة القانون علي الاديب ويبين ان الاتلاف الوطني بشقيها الاحرار والمواطن يطالب برئاسة التحالف الوطني على اعتبار ان رئاسة مجلس الوزراء كانت من حصة دولة القانون ويتابع عضو اتلاف دولة القانون بالقول في حال فشل الهيئة السياسية بتعديل هذه الالية في اجتماعها المقبل فستلجأوا لعقد اجتماع بين زعيم دولة القانون الرلمالكي ورئيس المجلس الاعلى عمر الحكيم وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لانتخاب رئيس للتحالف بالتوافق السياسي لكن عزيز الظالمي عضو كتلة الاحرار يؤكد ان كتلتي الاحرار المواطن ترفضان وبقوة تولي علي الاديب رئاسة التحالف المقبلة لافتا الى ان الرؤاسة تكون موحدة بين المجلس الاعلى والتيار الصدري لاختيار رئيس التحالف المقبل ويعالي للظالمي التحفظات على مرشح دولة القانون بوجود الكثير من التقاطعات المتوارثة من سياسة رئيس الحكومة السابق نوري المالكي وبالتالي فهناك شخصيات مازالت متمسكة بالماضي وبالخلافات مشددا على ان يكون رئيس التحالف شخصية تحظى بمقبولية الجميع لبرنامج المشهد الاخير حسن فالح رحبوا معي عزائي المشاهدين بكل من النائب عن دولة القانون الاستاذ جاسم محمد جعفر والاستاذ صلاح العرباوي عن ائتلاف المواطن وينضم لنا المحلل السياسي الاستاذ جاسم الموسوي اهلا وسهلا بكم ضيوفي وابدأ بسؤالي لك سيد جاسم اريد نعرف كيف يواجه التحالف الوطني مطالب الجماهير وحزمة الاصلاحات التي اطلقها الدكتور حيدر العبادي بسم الله الرحمن الرحيم من الطبيعي بان التحالف الوطني هو الاساس في اصلاحات السيد رئيس الوزراء لان الرسالة موجهة للتحالف اكثر من الكتل الاخرى التظاهرات الموجودة الان في بغداد وفي جنوب بغداد بشكل عامل محافظة جمهور التحالف الوطني اذا لابد على التحالف الوطني ان يكون على مسافة قريبة للسيد رئيس الوزراء لدعم اصلاحاته وهذا ما تبين بعدما اكد عليها المرجعية الدينية وباركة الشخصيات بدون استثناء على هذه الاصلاحات ورقة الاصلاحات ورقة طويلة وعريضة وكبيرة اكد يوم امس يوم الجمعة مرة ثانية المرجعية بعدم الاستعجال بتطبيق كل هذه الاصلاحات بفترة قصيرة يجب ان نراعي الفترة المطلوبة لمخاضها وولادتها وتنظيمها واكد كذلك المرجعية كذلك على مراعاة الدستور والقوانين الراعية لكن دعني اتحدث سيد جاسم اليوم اتحدث لك انا بلسام مواطن المواطن العراقي يعني جزع هاي عشر سنين ونفس الدوامة ونفس الطاسة ونفس الحمام دعني نحكيه انتو التحالف الوطني كتلة كبيرة في الحكومة في الفرلمان يعني اطنع السنة وابناء الجنوب هذا اليوم يحتاجون الى خدمات وما ويحتاجون الى يعني البطالة المقيتة اللي موجودة هذا اليوم بالجنوب هس المناطق الغربية نقول داعش والارهاب والعمليات هاليوم الجنوب امان واستقرار وانتو كتحالف وطني من رحم المناطق الجنوبية هاليوم المواطن العراقي يعني بعد ما يعول عليكم شي يعني وحتى الاصلاحات اللي اطلقها الدكتور حيدا العبادي المواطن اصبح يتخوف منها ويقول راح تتسوف بسبب الصفقات السياسية اللي راح تكون خلف الكواليس بين الكتل كتل اقصد التحالف الوطني تحدث للمواطن اليوم يريد يقتنع طبعا اولا رئيس الوزارة في ورقة اصلاحاته ما لم يشر لم يشر الكتل التحالف اقصد بيه وكان من التفكير هو لا وهي حزب حزب الدعوة اللي آني من هذا الحزب لم يشر ولم يأخذ اي توصية ولا يجتمع مع القيادات حول هذه القضية لان حديثه واضح بانه اي استشارة معنات راح ارجع الى المحاصصة اللي تفضلت بيه لكن اكل تفاف من بعض الكتل الداخل هذا التحالف حول تسويف هذه المطالب يعني اليوم اصبح المواطن واعي يعرف المتضرر ممكن ان يكون يلوف يدور هناك من يتضرر حزمة كبيرة من المصلاحات يعني لا الكل يتضرر لا ولا الظاهر لحد دس الكل متضرر ماكو الجهة ما متضرر ولكن بشكل عام انا اولا اقول طبعا التحالف الوطني لم يرضي جمهوره بهذه الفترة ولم يعطي له فترة صالة 12 سنة لا لا هذه الفترة يعني 12 سنة حد لا الفترة من 2003 اللي غاية يومنا هذا كل تحالف وما نقدر نبكرها لم يرضي جمهوره بالقدر اللي كان يرضى لا كهرباء وسط لا الماء ولا الخدمات الكثيرة ولكن بشكل من الاشكال قدرت تحافظ على يعني نوع من الامان نوع من الخرية يونه سيده سيده محمد جاسمان يومنmiesي لاكم امان هذا الثلث العراق وحتل من داعش يا امان تشري علي لا تشري لك نحبو احشي اللي عن الجنوب الللو متتحسي اللي عن الحكومة والو م fotos اليوم العراق كامل لا تخسيم لي متأحسي لي علي امان تشري علي جنوب نا جنوب لين انتم منور منجم جنوب اليوم المتباهدين اليوم المتباهدين اليوم والخيمة الشط العرب اليوم المتباهدين الجنوب الحرية كاملة بها يتحدث ما يتحدث يعمل ما يعمل يطلب ما يطلب الحرية موجودة في العراق وأكو نوع من الخدمات ولكن هذه الخدمات إيش كنت نسبتها 10-15 محافظة على المحافظة يعني أكو خدمات بالجنوب؟ أكو خدمات أكو خدمات كثيرة محافظات تغيرت العمل تغير المؤسسات تغيرت ولكن تسألني هل بقدر الطموح؟ لا والله 10-20-15 هاي لما صرفت المحافظين يعملون يعمل أكو إثارات أكو فساد أكو مشاكل لذلك كلها بها جنبات ولكن أكو النجف يوم مصلة 2003 نفس النجف الآن مهم ونفسه لكن 12 سنة والنجف عاصم تلعراق السياحية الدينية هاليوم يعني بعد تراوح بمكانها لا أكو تغيير ولكن التسألية يعني أنت أول من خلي أحكي لك بصراحة أنت أول ما طلعت المتظاهرين طلعت أنت ضدهم وكنات ضد التظاهرات هذا اللي طلع يعني قلت مو وقتها وهسا مو وقتكم تطلعون صحيح هذا الحاجة لأن هذا المنشر لا مو صحيح أنا أرفض التسييس أرفض رفض الدين ورفض الشعارات الغير الصحيحة أرفض كسر الدكاكين وهجوم على المحلات لا لا ليش ما ليش ما سوف تعرف سكربل اش حرقوا بمكانات لا أكون باقي المسائل أكون شعارات غير لايقة ولا بالعاكس كلنا بها التظاهرات نحن نرفض أيضا وياك وصوتنا وياك أنه نرفض تسييس أي متظاهرات في الجنوب وأيضا في بغداد والحمد لله أصبح شعبنا واعي وتظاهراتهم بساحة التحريح تظاهرات واعية وأيضا مطالبهم موجودة باللافتات اللي رفعوها لكن دعني أنتقل إلى السيد صلاة سيد صلاة اليوم أريد نعرف الموقف اللي يخرج به التحالف الوطني من هذه الاجتماعات يعني هل هناك تسويف راح يكون لمطالب الشعب من الإصلاحات اللي أطلقها الدكتور حيدر العبادي بسبب يعني خلنا نحكي بكل صراحة أنه هذه الكتلة راح تنظر من هذه الإصلاحات وراح يطير وزيرها فتجون تجتمعون حتى تساوين الموضوع ويا دكتور حيدر العبادي وتعرقلون عملوا داخل هذا التحالف اتحدث لليوم المواطن يريد يسمع منك ويعرف الحقائق لأن يوميا شايفيكم على التلفزيون وقاعدين باجتماعات والتحالف اجتمع والتحالف اجتمع نريد في اليوم اجتمع التحالف ويطلع بقرار يفيد المواطن العراقي فضل بسم الله الرحمن الرحيم تحية لك وللظيوف الكرام ولكل المشاهدين وشكرا للاستضافة واقعا التحالف الوطني مقصر بشكل كبير والسياسة كما يقال واقعيات وليس فرضيات هذا أولا هم زين اعترفتهم بالتخصي شكرا جزيلا السيد فضل الاعتراف بالذين فضيلة نعم ثانيا التحالف الوطني طيلة هالفترة من انطلاق التظاهرات ولحد هذا طبعا تظاهرات مؤيدة مرجعيا ومؤيدة دستوريا نعم نتيجة شعب هو اللي نعم وهي تظاهرات احتياج وتظاهرات احتجاج نعم احتجاج على نقص الخدمات اللي موجود احتجاج على ترد الأوضاع بشكل عام الاقتصادية السياسية يعني رغيف الخبز الموظف والرواتب المتدنية وهكذا الى آخره ولذلك كان الصلاح قبل ما تكمل استاذ صلاح سؤال مواطن يعني يمكن تقليف الداخلين وتخاطعين كلامي لكن المواطن يريد يعرف انتو كتحالف وطني كتلة كبيرة يعني ليش قبل ما تكون هذه التظاهرات العارمة اللي بدت من البصرة وبعدماء منتظر الحلفي سويتوا اصلاحات واجتمعتوا انتو ككتل السيد عمار الحكيم السيد مقتداء الصدر قادة دولة القانون واجتمعتوا حتى تحطون اصلاحات حقيقية وتحاولون انه تلبون مطالب الناس بالخدمات ليش اللي طالبت الناس واشتعلت المظاهرات من البصرة وبعدماء منتظر الحلفي حتى يلا نبدأ اصلاحات ونجتمع تحالف وطني ونقول يا المواطن عنده حق سؤال منطقي جدا بالفعل يفترض انه التحالف يطرح حزمة الاصلاحات قبل هذا الموعد يعني اذا افترضنا انه التحالف من 2006 يعني من الحكومة الاولى الى اليوم الحكومة الثالثة كانت بيده مقاليد الامور فيفترض على التحالف الوطني ان يضع حزمة من الاصلاحات وان يعالج الامور انا شوية اختلف ويستاذ محمد بخصوص انه الوضع في المحافظات وضع افضل بكثير انا اعتقد انه الوضع في المحافظات وضع بائس بشكل كبير الخدمات غير متوفرة الماء الصالح للشرب غير متوفر خصوصا المحافظات الجنوبية طبعا اليوم البارحة واحد من احدى المحافظات الجنوبية احكي لانه حتى تغسيل هذا المي اللي غستون به هو مي مالح مو صالح حتى للاستخدام البشري في ارقى المناطق يعني في قلب المدينة بالنتيجة وانتو تحالف الوطني مرحم هذه المحافظة هناك خلل كبير وعلى قوة التحالف ان تعترف اولا ان هناك خلل كبير ولكن السؤال الذي يطرح هنا هل المسؤولية تتوزع على الجميع بمقدار متساوي انا من وجهة نظري هذا خطأ هذا مغالطة للحقيقة لانه انا مني يكون عندي مثلا القدح المعله في داخل التحالف يعني مني يكون عندي مثلا 100 مقاعد اكثر من 100 مقاعد فارق عني يكون عندي 16 مقاعد او 10 مقاعد فاني اتحمل من من له الغرب عليه الغرب لما تكون عندي النسبة الاكبر من الاسوات وحضايت بثقة الناس طبعا ما جايبها هم يعني بشكل وبآخر اكيد الناس راح الصوتت لهذه القوة او لهذا الحزب او لهذا الكيان بالنتيجة مني يكون عندي هالمقدار فاني مثل ما انا اكون في الواجهة مثل ما انا يكون عندي الكمل اغلب من الوزارات يكون عندي رئاسة الحكومة يكون عندي انا ايضا اتحمل انا لا اقول انه المسؤولية لا تتوزع وليس على التحالف بالمناسبة انا اذا اتحدث عن كتلة المواطن انا اذا اتحدث انتو كتلة مواطن ايضا اعتكم محافظين وايضا اليوم الميزانية تتوزع يعني على كل المحافظات انتو ايضا ام لازم يعني تتخذون اجراءات صارمة وحاسمة في خدمة المواطن ونحن نعترف ولذلك كان قرار ولذلك كان قرار الهيئة القيادية في المجلس الاعلى عندما خرجت الناس وطبعا هو القرار الوحيد بالمناسبة يعني حتى كتلة رئيس مجلس الوزارة لم تضع مواقعها التنفيذية بيد رئيس مجلس الوزارة احنا بادرنا لانه نضع مواقعنا التنفيذية وقول مواقع التنفيذية ولا اقول الوزارات يعني بين قوسين عدم سبب تقرب لحد سبب تقرب لحد دس لوزاراتكم خليه تقرب بيك لا سأل لك من يتقرب الدكتور حيدا العباد الوزاراتكم لا اقول احنا 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 مسؤولين عن كلامنا لا سألن اقول لك خليه تقرب باقي الاسد اسمح لي انا ما قاطعتك انصف كثيرا وارجو انه تنصف من صارت قضية التزاحم على موقع نيابة رئاسة الجمهورية والمرجعية دعت الى ترشيق هذا الموقع اول من قدم استقاله هو دكتور عاد العبد المهدي رغم انه كان النائب الاول اتزاحم مع خضير الخزاعي وخضير الخزاعي هو من اتلاف دولة القام بالنتيجة القصد شنو القصد احنا من نقول كلمة احنا مسؤولين عليه نعم واليوم المواقع تحت تصرف رئيس مجلس الوزارة ولكن هل هذا التصرف يعني نخرج من المحاصصة من الباب مثلا ونعود لها من الشباك نعم التصرف بالمواقع حسب المعايير الموضوعية والشبافية والنزاهة ويجب ان يطرح يعني احنا قلنا حاكم وزراءنا وحاكم مواقعنا التنفيذ اكو عندك مجلس نواب مسؤول عن الرقابة اكو عندك مجلس محافظة ذاكان على المحافظين نعم يطلع مجلس المحافظة مثل ما صار بالكوت اكو اشكالات على محافظة الكوت طرحة بديل لمحافظة الكوت وتغير نعم وهكذا بالنسبة للبصرة وهكذا بالنسبة لكل محافظة نعم فنحن صادقون بكلمتنا يعني موها للاستهلاك الإعلامي يعني يعرف الصادق ويعرف الشذاب خليه شيء بكل صراحة هاليوم المواطن أصبح ذكي يكون له خطوات إيجابية يعني اليوم نشاهد الاجتماعات اللي موجودة خلف الكواليس نقول والله شنو الاجتماع بعض الأصدقاء يقولنا والله الاجتماع يتعايقون بيناتهم أو يريدون رئاسة التحالف يا با يا رئاسة التحالف هاليوم الناس طال عطاق قروحها من الكهرب من الماي من الخدمات اتحدث نهاية النقطة هاي أثيرت المسألة في الاجتماع الأخير للتحالف قبل يومين نعم أثيرت التحالف منعقد من أجل مناقشة التظاهرات ومآلها ومناقشة الإصلاحات وكيفية تنفيذها واشيعة بالإعلام حتى من خلال قناتكم المؤقرة وغير قنوات فضائية عاجل السيد عمار حاكم رئيسا للتحالف الوطن وهذا المطروح هذا الموضوع لم يطرح نعم هاي من خلبي يعني هاي من الجماعة يعني كان أيضا جماعة بالتفقوا على الساس وبعدين دخل أحد الأشخاص حتى بالأجندة مع الاجتماع ما موجود وصارت مشكلة لا لا حتى بالأجندة انتهى الاجتماع خلني أنتقل حتى بالأجندة مع الاجتماع ما موجود كان يكون مشكلة بيناتكم خليني تحدث بكل صراحة المواطني يعرف كل اللي يدور هذا اليوم سيد جاسم هل تؤثر الانقسامات داخل التحالف على تطبيق الإصلاحات هاليوم وجدنا أنه هناك عدم ثقة بالنوايا والإصلاحات أريد أعرفه أنت كمحلل سياسي رح يقدر الدكتور حيدر العبادي أنه يمضي بالإصلاحات لو رح نشوف بعد فترة صراع على المناصب والكراسي ونرجع إلى المربع الأول في السابق فضل الدكتور شكراً لحضر تجتحي إلى ضيفيك الكريمين إلى مشاهدي قناة الرشيد يعني قطعاً ما سمعته أنا من ضيفيك الكريمين يدل على أن هناك نية تشعر جميع الأطراف أن هناك خطر حقيقي يداهم التحالف الوطني مع الكتل الأخرى التي يفترض أن لا تكون بعيدة أيضاً عن هذه التظاهرات وبالتالي أنا أعتقد لربما هذا الضغط أو هذه العاصفة الجماهيرية ستقلل وستذلل كثير من الفوارق التي شهدها التحالف الوطني لا يمكن للتحالف الوطني عندما يكون فيه انقسامات أو انقسام بطريقة عمودية أن يتمكن من مساعدة السيد رئيس الوزراء على النجاح خصوصاً وأنت تتحدثين عن أكثر من 180 مقعد لذلك من الضروري جداً أن تكون أولويات التحالف الوطني أولاً هو كيفية وضع الأدوات والآليات التي تساعد على نجاح الإصلاحات لأنك تعرفين أن التحالف الوطني تحت مظلة المرجعية هو الأقرب إلى مظلة المرجعية ولا يمكن أن يخالفها وبالتالي المرجعية طالبت بخلافة لكن دكتور هل يوم خليك واقعي أكثر يعني خلي تحدث يعني لا تجامل للتحالف الوطني أنا ما أجامل أرجوكي دكتور خليت عشر سنين المواطن العراقي أبناء الجنوب يعانون كهرباء خدمات ماء بطالة والمرجعية يعني تناشط دائماً يعني شنو اللي حصلوا المواطن العراقي البسيط المسكين ابن البصرة ابن الناصرية ابن الجنوب من التحالف الوطني لأتحدث لي بكل حال لا لا أنا أتحدث بصراحة أنا بالنسبة للقيم الحزبية يعني أحترمها وأقدرها ولكن صفرية في تحليلي أولاً التحالف الوطني لا يمكن أن يتحمل المسؤولية الكاملة التي تتحدثين عنها ابن الجنوب ابن الجنوب هو لاختار التحالف الوطني مش لو ما يتحملها يعني هسا نحن من نحشي على المناطق الغربية نحمل اتحاد القوة وكل السنة بدخول داعش وأيضاً بالنازحين ثلاث ملايين أكثر من ثلاثين مو إذا تحدثت عن العراق تحدثت اليوم ابن الجنوب هو اللي انتخذ ستهيفاء ستهيفاء عن جغرافيا مع ديمغرافيا شيء آخر وإذا تتحدثين عن كل العراق وتحملين التحالف الوطني أنا ما أتكلم أتكلم عن ابن الجنوب هاليوم ابن الجنوب هو لانتخب التحالف الوطني هاليوم ابن البصرة لانتخب التحالف الوطني هاليوم ابن الناصرية تحدث لكل وقت هاليوم لا الجامل شرعية الوجود التي يتواجد فيها قادة التحالف الوطني جاءت من الانتخابات شرعية الإنجاز صفر أو ربما لم يحقق شيء من حق الشارع أن يزيحها أو لا بالوسائل والأدوات أيضا الديمقراطية لذلك نعم يشكل وسط والجنوب هما يعترفان وهم يمثلان قوتان داخل التحالف الوطني أن هناك فشلا حقيقيا سواء على مستوى الخدمات أو على مستوى التطوير حتى البنى التحتية للوسط والجنوب وهذا الاعتراف خير دليل على أن هناك مساحة لقبول هذه الاعتراضات وللتصحيح ولا يمكن للتحالف الوطني أن يقف حقيقة كابحا أمام مطالب المتظاهرين وهو الدعم لكن سؤالك مهم جدا هو هذا التحالف الوطني الذي يفترض اليوم أن يذيب أو أن يذوب كل الخلافات الجانبية والتي لربما تذهب برئيسين رئيس تعود عليه التحالف الوطني أن يكون عرفا لقيادة التحالف ورئيس آخر تعود على أن تكون نتائج الرياضية هي التي تحدد اليوم المطلوب أن التحدي يقف أولا وأخيرا أمام التحالف الوطني بما يتعلق بالوسط والجنوب وبالتالي كل الاحتجاجات هي مشروعة ومقبولة ولا يمكن للتحالف الوطني إلا أن يستمع إلى أذان الشارع العراقي اللي يصلي تحت هذا الأذان وهو أذان مقدل وبالتالي أنا لا أدافع عن التحالف الوطني ولا أجامل التحالف الوطني ونحن إذن أستاذ جاسم مو ضد التحالف الوطني بالعكس نحن اليوم نقدم لهم النصيحة حتى يخدمون شعبهم وأبنائهم اللي انتخبوهم وناسهم بالجنوب نحن وياهم وإيدنا فيهم فقط باعيني لكن أريد أعرف هاليوم شاهدنا در أستاذ جاسم زيارات مكوكية إلى دول الجوار يعني تعتقد أن هذه الزيارات بسبب البعض يشعر بخطر أن هناك تهديد لوجودهم السياسي تحدث لي لا أنا أعتقد أكثر من ذلك أن إذا ما تحدثنا عن إيران فهي شكوى أن هناك تحدي للإسلام السياسي في العراق لا اسمحيني فقط أن الإسلام السياسي أن هذه التظاهرات تستهدف الإسلام السياسي في العراق وبالتالي يجب أن يكون هناك تنسيق ودعم وتقوية التحالف في بعد تعرفين أن السواد الأعظم لهذا التحالف هو الإسلام السياسي وبالتالي لاحظي حتى التصريحات من الإسلامين في التحالف الوطني تتهم التظاهرات على أنها لا دينية وتحاول البعض هنا أقول وتحاول حقيقة أن تذهب باتجاه أنه تحدي للإسلام السياسي وهذا أمر طبيعي الجانب الآخر ذهب أيضا يريد أن يحقق لكن أستاذ جاسم خلي نحدد الناس مو ضد الإسلاميين بكل تأكير لكن الناس ضد الفازدين يعني تريد خدمات يعني خلي نحدد اليوم المطالب ضد الفازدين ليش يحولوها إلى أن المظاهرات ضد الإسلاميين لا مو ضد الإسلاميين لا هذه التظاهرات هي تظاهرات لمطالب خدمات وليس التظاهرات السياسية في بعث السياسي بمعنى تستهدف نوع معين أو تريد أن تجرف أو تجرد المنظومة السياسية بقدر ما تريد أن تصحح في المنظومة السياسية وهذا أمر طبيعي وفعلا لاحظ أن هذه التظاهرات تحضر فيها أمائم كثيرة هذا يعني أنها لا تستهدف طائفة أو لون معين أو انتماء معين فقط الفازدين ومفسدين والسرقوا أموال العراقية نعم الفازدين فقط هذه التي تستهدفوا ونحن ويا المتظاهرين ويا دكتور حيدا العبادي في الإصلاحات ضد الفازدين والمفسدين لكن أريد من الدكتور حيدا العبادي يعني يقيل أنه فاسد كبير يضرب كتلة كبيرة ويقيل فاسد كبير حتى نعرف الكتل الكبيرة ستتوحد ويا الدكتور حيدا العبادي لو لم تتتوحد ماذا دكتور؟ أنا كنت أتمنى الخطوة الأولى التي يخطوها الدكتور حيدر العبادي هو أن يطيح بثلاثة أو أربعة رؤوس من الفاسدين الكبار ويحيلهم إلى القضاء وبالتالي الشارع يلمس أن هناك فعلا إصلاحات حقيقية وهناك قرار جريه لكن أيضا يجب أن لا ننسى أن أدوات الدكتور حيدر العبادي لا زالت أدوات ضحيفة لا تستطيع حقيقة أن تتقد القرارات الجريئة خصوصا أن هناك أزمة معقدة ومركبة بين الفاسدين داخل التحالف الوطني والوطنين داخل التحالف الوطني هناك من الفاسدين من يقول أن هذه الأصوات أصوات الشارع ستذهب حقيقة في وادي سحيق ولن يكون لها صدى وهناك من يعتقد من الضروري أن نستمع إلى هذه الأصوات وتكون لدينا مراجعة ليس من الحيب أن تكون هناك مراجعة خلينا ننتقل سيد جاسم إلى الأستاذ أسأل سؤال طرح الأستاذ صلاح طرح منطقي يقول لك أكو التحالف الوطني بكتل معينة يعني ما تساوي عنده 100 مقعد بالتحالف الوطني باللي عنده 16 مقعد باللي ما أخذ السلطة التنفيذية باللي ما عنده يعني هذا اليوم نعتقد أو يعتقد المواطن خلينا نحشي بإسان مواطن يعني وريد الكل يعتبرني أنا لا ضد التحالف ولا ضد أي سياسي لكن نحن ضد المفسدين اليوم إذا السيد العبادي وبكل صراحة دكتور ضرب كتلة كبيرة راح نشوف هناك انشقاقات من التحالف الوطني يعني أنا أشوف بأنه على أقل تقدير التحالف الوطني ما يقدر يبرز عن ضديته مع السيد العبادي يمكن يبكى في نفس إنسان قد ما يرضى قد يحس بأنه انظلم أكثر وفي رسالة السيد مع الوزير البلديات كان واضح أنه إحنا تم إحالة وزيرين نعم وزيرين من بدر وحديثه كان منصف ولكن يحس في نفس ليش من عندنا اثنين ليش ما أخذ من أطراف أخرى هذا يدل بأنه هو يقبل لكن نحن إذا ننظر على الوزارات خليه يحسي المواطن هاليوم وزارة حقوق الإنسان شنو اللي قدمته للمواطن من حقوق الإنسان يعني وزارة زايدة خلوها للنازحين وخلوها الوزارة الهجرة والمهجرين فهاليوم راح نعتقد يعني أو يعتقد المواطن العراقي إذا الدكتور حيدر العبادي ضرب الكتل نحن نتحدث ضرب يعني أقصد أنه اتجرأ وأخرج هذا الوزير من هذه الكتلة الكبيرة راح يكون هناك انقسامات داخل داخل لا أبدا أنا أقول أبدا ما يصير انقسامات ولكن أرجع وأقول هسه في حديثة في حديثة يبين بأنه مو كلش راضي ولكن الجو العام الكتل راح يوقفون مع الحيدر العبادي بدليل بأن ستة من الكبار في نائب رئيس الجمهورية ونائب رئيس مزارة تم يعني إزاحتهم وتغييرهم ولم يصدر تصريح قوي حتى من غير الكتل حتى غير التحالف إذن الجو العام مع الإصلاح أما يبقى بنفسي يبقى يحزب بنفسي ليش فلان ليش مو فلان هذه قضية نفسية قد يظهر عند الجميع أنا أقول بأن الجو العام الآن مع حيدر العبادي وبالتالي ليست هناك كتلة راح يوقف ضده أما تقول لي عندنا مثلا باب المثال دولة تتقالون عنده مية وخمسة مية واربعة مجلس النواب وأيضا عندنا بسلطة تنفيذية كدعوة بس عندنا رئيس وزراء ما عندنا غيره يبقى الكتلة الأخرى موجودين كان بدل عدوم أربعة أثنين نقص من عدوم نحكي بالسابق وكان يتحدث على السابق نحكي على الآن الإصلاحات الآن السابق يحتاج حديث مطول الآن نتحدث الآن رئيس الوزراء اليوم كان يكون هناك لقاء وعنده تغيير وزاري بصراحة هذا تغيير وزاري من يشمل إشلون يشمل وهذه المسائل الموجودة أنا أتصور الآن الفرصة التي أتت إلى السيد الرئيس الوزراء وتأييد المرجعي وتأييد الشعب ويعني قبول كل الكتلة السياسية لعمل أتصور يودينا إلى نتاج ويقضع على المحاصصة بعد مو من الصحيح الدعوة تقول لي وين وزير أو المواطن يقول وين وزير أو الصدر يقول وين وزير بعد ما أتصور أني تجرأ أني احتي هذا الحاج حتى ولو في قلب هذا من كلامك يعني اليوم بهذه الإصلاحات قدرنا أن نخلص من المحاصصة نعم نعم الآن رئيس الوزراء أعلى علم الأول علم شائلها بالقضاء على المحاصصة ثم البقية يكون جواء ولكن هذا اعتماد رح يأثر على أو يضرر الكثير من عده يضرر رقليم كردستان يضرر الكتلة الفلانية يعني نسمع من هنا وهناك من هو مراضي ولكن ما يبرزه بشكل علن ويخفي هذا الحديث ولكن الجو العام الآن مع رئيس الوزراء يمكن أن يغير ويطرح وصدق حكومة كفاءات حكومة تكنقراط وأتمنى أن يكون كل الوزراء من خارج الكتل هذا رأيي مرأي رئيس الوزراء يعني دعمون الحكومة أن تخلي وزراء من المستقلين يعني أن يختار المستقلين يراعي طبعا ويراعي لازم مو مع يراعي الأجواء العام إذا تقلي راعي يعني يمرج جعدي إلى المخاصصة مكونات أنا أقول يراعي الجو العام يعني يعني مولا حزاب لا 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 يراعي الجو العام بأنه ما أقول حكومة بكردي ما أقول هذا لا بد أن يكون كردي إذا يريد يجيب مثلا لا بد أن يكون عرب سني لا يبد أن يكون عرب شيع لا بد أن نظر لأعتبار بصرة المدينة الكبيرة اللي بيها أرزاق هناك تغييد للمحافظين من قبل الرئيسة لا ما تصور ما تصور لا يعني كل هذه المظاهرات اللي طلعت وما رح يقيل ولا محافظ لأن شوف يوم أمس المرجعية أكد بأنه لا بد تطبيق الدستور وتطبيق وبالتالي من يأخذ زمام المبادرة في المحافظة مجلس المحافظة لازم يغيرهم هذا القانون العام نعم إلا ما تصور استاذ صلاح الناس هذا اليوم بعد ما تعترب الدستور يعني دستور متعتربي اليوم الناس تريد إصلاحات حقيقية يعني الدستور وصلها إلى هذا الحال يعني والكتل السياسية بصراحة من كانت تتفاوض محاصصة يعني التوافقات السياسية كانت تتخلي الدستور على يعني جانب وتقول التوافقات والمحاصصة وبعدين ترجع للدستور إذا يعني نريد نعرف نريد نعرف المواطني يريد يعرف يعني راح نكون الشماعة اللي نعلق عليها يعني تبسكنا بالمناصب الدستور يعني أشكرك أيضا بالسؤال لأنه اختصاصي قانون دستوري المشكلة وين هي المشكلة بالدستور أو المشكلة في تطبيق الدستور كثير من الفقرات ما طبقناها يعني كان العرف سائد بين السياسين طبعا بالنتيجة أكو أعراف خاطئة تنشأ إلى جوار الدستور وبالمناسبة بعض الدول لا زالت ليس فيها دستور لحد هذه اللحظة مثل إنجلترا مهد النظام البرلماني لا زال هناك دستور عرفي يعني ماكو دستور مكتوب ماكو وثيقة دستورية أنا مطالع دستورنا من الألف إلى الياء من الديباجة إلى نهاية المادة 144 وأعتقد أنه دستور يعني يقف على قدمه بالمقارنة مع دستير بعض الدول كألمانيا والهند مطلع علي مادة مادة المشكلة في تطبيق الدستور حضرتش تحدثت على التوزيع المواقع هذا كردي هذا سني هذا شيعي هذا عربي هذا ندري شو طالع الدستور بمواد المختلفة لا تجدين ولو نصا واحدا ولو حرفا واحدا يشير إلى أن المواقع هذه تكون بالمحاصص يعني هذا عرفهم جابوا حتى رئاسة مجلس الوزراء رئاسة مجلس الوزراء يشير الدستور بمواد 76 إلى أنه رئيس الجمهورية يكلف الكتلة النيابية الأكثر عددا طيب هذه الكتلة النيابية الأكثر عددا قد تكون سنية قد تكون شيعية قد تكون كردية قد تكون مختلطة لم يشير الدستور وكذلك بالنسبة للنيابات شوفوا إحنا المحاصصة وين حتى رئيس الجمهورية مو قال لازم كردي طبعا إذا حتى بالنسبة يعني المواقع مو بس الرئيسي حتى المواقع الثانوية يعني إذا كانت عدنا رئاسة الجمهورية مثلا صار عرف أو عادة ما أقول عرف لأنه العرف يحتاج لنوع من القدم إذا عدنا عادة نشأت إلى جانب الدستور يجب أن يكون رئيس الجمهورية كردي ورئيس مجلس الوزراء الشيعي ورئيس مجلس النواب سني جينا سحبناه حتى على النيابات نائب الأول يجب أن يكون شيعي النائب الثاني يجب أن يكون سني النائب الثالث يجب أن يكون كردي وهكذا بالنسبة حتى بالوكالات حتى بكل شيء بالمدرار العامي يعني المشكلة المشكلة شوف أي نص يولد ميت من يحيي هذا النص؟ التطبيق طبعا هنا هم نشير مادام التظاهرات والمرجعية طالبت بإصلاح القضاء نشير هنا أنه عدنا جهة يسمونها حام الدستور يعني تراقب انتهاكات الدستور سواء كانت من قبل السلطة المشرعة أو من قبل السلطة التنفيذية اللي هي المحكمة الاتحادية حتى القضاء والمحكمة الاتحادية أيضا محاصصة ولذلك جايقون أستر أنت على حزبي وأستر على حزبك ومشي القضية هذه ولذلك جايقون أنه حتى الجهة التي يفترض أن تراقب الاختراق اللي يحصل على الدستور هي حاليا تعاني من مشكلة عندما تطالب المرجعية بإصلاح المؤسسة القضاء وعندما يخرج أبناء الشعب ليطالبوا بإصلاح المؤسسة القضائية وتنتج المؤسسة القضائية قيادات للأسف مترهلة غير مختصة بشكل وبي آخر يعني أنا من أطالع المحكمة الاتحادية أشوف تركيبتها طبعا هنا أشير هنا بين هلالين أنه حتى المحكمة حتى قانونها 30 لسنة 2005 هو قانون بقيمة أي طبعا بالاستناد إلى دستورنا 2005 هو قانون غير دستوري في كثير من فقراتها بدأ من تشكيل المحكمة إلى آليات عملها إلى تحريكها إلى بقية التفاصيل إذن من أطالع أعضاء المحكمة أجد الكثير من أعضاء المحكمة ليسوا مختصين بغض النظر عن أنه عنده فساد إداري ومالي أو لا منتمي إلى جهة سياسية أو لا وأنا أعرف أنه بعض القضاءات مع ترامي لهذه المهنة الكبيرة التي يجب أن تمارس بشكل مستقل وبشكل حيادي أعرف بعض القضاءات يعني يوصل للمحد القضائي ينطي سمادر مبالغة وهذا مو حالة عامة طبعا حالة خاصة ولكن بالنتيجة هؤلاء غير مختصين فمن يجي للدستور فأنا أدعوه قبل أن تقليل ساجر من يصلح القضاء يعني أنا هناك كم حلقة أسأل من يصلح القضاء البرلمان الحكومة رئاسة الوزراء رئيس الجمهورية من يصلح القضاء سؤال مهم جدا أنا باعتقادي أولا صاحب السلطة الأولى وهذا اليوم اللي نتحدث عن الإصلاحات هو الشعب الشعب عندما يشخص وهذا نوع من أنواع الرقابة الشعب عندما يحمل اللافتة فإنه يجب على القضاء وغير القضاء أن يستجيب وبالفعلان واحد كمراقب وكمتابع ما كنت أتصور أنه البرلمان يجتمع بحدود 297 و 1 300 لأول مرة في تاريخ البرلمان العراقي ويصوت بهذه السرعة وبالإجماع على الإصلاحات رغم أنه الإصلاحات تمس فأنا أعتقد الشعب أولا وأعتقد البرلمان يعني اليوم يعني البرلمان هو من يصلح القضاء لمن يسم قانون المحكمة الاتحادية ويخرجها من المحاصصة وقانون المحكمة الاتحادية يشير المادة 93 من الدستور تشير إلى أنه المحكمة الاتحادية تتألف هي كليتها عضوية تتألف من خبراء بالقانون وفقها بالشريعة الإسلامية وإلى آخر وعدد من الأعضاء أنا أعتقد هذا جزء من الحل نعم وممكن أنه يرسل رسالة نحن أيضا نطالب مجلس النواب العراقي بجلسته الجاية أنه قانون جاهز يعني القانون تتحدث جاهز لكن الخلافات بيناتكم أطل هذا القانون يعني يصال من الدورة السابقة هو جاهز لكن الخلافات صبر ما يطول يعني راح الصوتون عليك سبوعين ما يطول يعني إن شاء الله سبوعين ما يطول وننفذ مطالب المتظاهرين لكن أستاذ جاسم كثير من الكتل يعني هذا اليوم قريبة على توجه المرجعية مثل التحالف الوطني لماذا المواطن يسأل ما نشوف جدية من تطبيق الإصلاحات يعني نريد نعرف ليش يعني شنو هو السبب مع العلم أن المرجعية دائما نتأكد على الإصلاحات وكل جمعة تأكد على تطبيقها يعني هو أي إصلاح سواء في العراق أو غير العراق لابد أن تتخذ فيه أربع خطوات الخطوة الأولى هو الشارع الذي طاله ثم الخطوة الثانية هو التنفيذ ثم الخطوة الثالثة هو التطبيق ثم الخطوة الرابعة النتائج الشارع طبعا متعجل ومن حقه لأن صبر تعرفين أكثر من 12 عام على فساد مالي وإداري أو إدارة فساد مالي وإداري وبالتالي هو يريد أن يهشم هذا الجبل العالي من الفساد المالي والإداري لكن أيضا يجب أن نقرأ المعطيات أن الدكتور العبادي رئيس مجلس الوزراء السلطة التنفيذية إذا لم تتعاضل معه السلطة التشريعية وإذا لم يكن هناك يعني لا عصمة لأحد على الشارع بأن تتخذ خطوات جريئة منها هو إصلاح القضاء أو هيكلة القضاء وإعادة قضاء يستحق أو يستحق هذا النظام الدستوري الديمقراطي في العراق أن يكون له هؤلاء القضاء حاميل لكل الأخطاء التي ترتكب وإعادتها إلى نصابها الصحيح بالتالي كل الإجراءات والخطوات ستبقى بطيئة ولاحظوا أيضا لعب الإعلام دوري كبيرا بأن يحجم الإصلاحات ويصغرها ويكبر المطالب في حين أن المطالب كانت داعمة للإصلاحات والإصلاحات كانت صحيحة وصحية في نفس الوقت هذه نقطة لكن أستاذ جاسم عندي نقطة يعني دائما يعني الإصلاحات يتحدثون السياسيين أنه هاي الإصلاحات تصطدم بالدستور والدستور والدستور هاليوم المواطن يريد يعرف يعني هو الدستور من كذبه غير خدمة المواطن يعني ليش ما تجتمع هاي الكتل السياسية كلها وتقعد وتراجع الدستور والفقرات اللي موجودة بالدستور تقدر تغيرها وأيضا تخلي فقرات تخدم المواطن العراقي لأن الدستور هذا اليوم مو آية منزلة من السماء يخدرون الكتل السياسية يجتمعون ويتوحدون حتى يغيروها أولا بالفقه السياسي الدستور لن يكون مقدس ولن يكون منجس بمعنى إذا لم يتطابق مع حاجة الشارع يعني الفقه الحي القوانين التي ترجم المواد الدستورية إذا لم تتطابق مع حاجة الشارع فلا قدسية لهذا الدستور لأن يكون مصلط على رقاب الشارع القوة السياسية للأسف الشديد الخطوة الأولى طبعا آسف أنا أتفق مع الخطوة الديمقراطية التمثيلية التي جان لوك حدد فيها من الضروري جدا عندما ينتقل الوطن أو الدولة من عصر إلى عصر من نظام إلى نظام لابد أن يكون هناك تمثيل لكل طواف لكن الخطيئة الكبرى أنه أصبح عرف دائم وقائم أدى إلى أن تكون هناك خلافات سياسية حادة لا تتفق هذه القوة السياسية على تبرير كثير من القوانين إلا عندما تقابلها أيضا مشاريع وقوانين أخرى لكن دكتور أستاذ جاسم يعني في أحد المقابلات أيضا بالمشهد الأخير تحدث أحد المتظاهرين وهو السيد حامد المالكي وقال إذا دائما يفرضون الدستور الدستور نحن كشعب ممزق الدستور بعد ما نريد الدستور اللي يعيق الخدمات والمطالب المتظاهرين والإصلاحات يعني هاليوم المواطن بعد ما يعترب بالدستور يقول لك الدستور ما أريده 12 سنة بالدستور وما حصل الشيء من هذا الدستور لا هذا طرح غير منطقي لأنك تتحدثين أنت عن يراد أن يكون ربيع مكرر في عراق وهذا خطأ كبير جدا العراق لا يقبل الفصول الأربعة بعد 2003 نحن ما نقول تغييري لا أستاذ جاسم نحن نقول نحن نقول العرف اللي سووا السياسيين أستاذ خلي وضح الفكرة ماتتي العرف اللي دائما يتفقون السياسيين عليه في مصالحهم في المحاصصة في المناصب هاليوم خلي يتفقون على عرف بعيدا على الدستور بالإصلاحات ومحاربة الفاسدين يعني ما يجون هذه النقطة والله دستورية وهذه ليست دستورية أيضا خلي سووها عرف لا إذا كانت هناك توجهات ونوايا للشارع العراقي بأن يغير أو يلغي الدستور فالخطوة الأولى هو أن نبدأ على نوع النظام السياسي ثم متخصصين يعيدون كتابة الدستور لكن إلى أين سنذهب إذا رفضنا الدستور ورفضنا السلطة التنفيذية ورفضنا السلطة التجريعية والقضائية إلى حين سنذهب العراق هذه مناورة خغيرة جدا نحن من نقول رفض الدستور نحن نريد تعديل بعض الفقرات يعني هو مو إله منزل من السماح يقعدون كل السياسيين ويعادلون الفقرات يقعدون كل السياسيين هذا الخطأ بالدستور أم بتطبيق الدستور من يعرقل من يعرقل بعض اللي كتبوا الدستور حَط هو فقرات تخدم مصالحهم والكل يعرفوها فالخطأ أيضا بالدستور والخطأ أيضا بالكتل يقعدون هؤلاء الفقرات اللي تخدم بعض المصالح للكتل السياسية يلغوها يعني موجي صعب إذا كنت تقصدين القيود التي وضعت على الدستور على بعض الفقرات وضعت لدورتين فقط أما الدورة الثالثة فمن حق مجلس النواب أن يعيز صياغة كتابة المواد الدستورية نعم هذا ما يريد الشعب هذا كنت أتحدث بي وما يريد الشعب لكن خليني قبل ما خليني أنتقل للأستاذ جاسم لأن يريد يطلع أستاذ هاليوم يريد المواطن تعديل بعض هذه الفقرات وأنتك تحالف كتلة كبيرة في قبة البرلمان في الحكومة العراقية تقدرون تجتمعون على كلمة وحدة وتغيرون هذه الفقرات الموجودة يمكن وتعيق عملكم وعمل الإصلاحات لأن بعض السياسيين يتحججون بهذه الفقرات تغيير الدستور بصراحة يحتاج إلى استفتاء تعديلها بفرق نفس الشيء نعم لا تغيير بعض الفقرات يعني دول جاي تغير يوميا نعم 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 مهمي هذا الاستفتاء بل وإنه صعبة بس بكل الأحوال أنا تصور هذا رأيي قد يكون مقانوني الأحوال القانونية يعرفون أكثر من هذا الآن رئيس الوزراء مفوض بكثير من القضايا حتى إذا يريد يغير الدستور يلجأ أنك مجلس النواب يطلب من عندنا أي شيء ونحن نوافق على هذا الآن الشخص الوحيد اللي يقدر يكون إلا دور كبير في تغيير بعض تفضلت بعض مقاتل دستور هو رئيس الوزراء آلياته إذا أحلل كمجلس النواب مواكفي معه خليسألنا يطلبنا ونصوتنا أما إذا رجعنا إلى الاستفتاء أتصور لا وقته ولا نقدر نرجع في الوقت الحاضر لكن أريد أسأل أيضاً هاليوم اجتماعات بين التحالف الوطني وهذه الاجتماعات السرية يعني مكثفة حول اختيار رئيس للتحالف الوطني أريد أعرف وين وصلتم بهذه الاتفاقيات أولاً مات صراي مو أولويات في الوقت الحاضر من يكون لا 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 هذه الاجتماعات يعني لا تحكين قبل الليالتين مثل ما تفضل لأخونا صلاح لم يكن في جدون أعمال أي تطرق لرأس التحالف ولا نعتبره في الوقت الحاضر أولويات لأن احنا أولوياتنا نبدعم رئيس المزراء إصلاحات تظاهرات محافظات الجانب المالي والمشكلة المالية اللي راح نلاقيها يعني هاي دعاية لو أحشيل الحقيقة يعني أسأل بعض الأطراف يعني أستاذ أستاذ أخلي نحشي كله يعني هاليوم الإعلام أصبح يعني موجود في كل مكان يعني اللي طلع من الاجتماع المغلق أنه هناك نقاشات حادة كانت حول رئاسة التحالف مع الأسب بعض السياسي هذا ماذا يسحبون البساط أو التركيز على هذا الاجتماع يسمى اجتماع القمم اللي كان كل القيادات اللي هي موجودة وتبين كأنه يتعاركون من ساعة 8 ونص اللي وراء صلاة المغرب والعشاء لغاية 12 ونص على رئاسة التحالف والكلية على مسلم من يهم رئاس التحالف شكرا جزيلا سيد جاسم المسوي أريد أن أعرف في نهاية الحلقة هل نحن أمام عملية سياسية جديدة؟ أنا أعتقد نعم نعم يعني ما بعد التظاهرات أنا أعتقد هناك منعطف سياسي جديد يجب أن تقف على مربعه كل القوى السياسية نعم هناك تحول لم يعد هناك للتكاسر السياسي والتقاعس السياسي وهذه المناورات وهذه المحاصصة دور كبير أعتقد سننتقل من تقاسم سلطة إلى توزيع سلطة وأعتقد أن القوى السياسية فهمت الدرس لكن يبدو أن البعض الذين يحاولون أن يبقى الواقع السياسي العراقي على ما هو عليه سوف يتم تجريفهم وسيكون هناك تجريد أيضا وأعتقد أن العراق سينتقل فعلا إلى نظام ديمقراطي الشعب فيه يراقب ويحاسب والإعلام يكتب أيضا وأعتقد البرلمان أيضا سيكون رقيبا حقيقيا ولن يكون هناك تصفيق أو رقص لبعض الساسة خصوصا أن هناك خفاقات كثيرة وكبيرة لكن أيضا دعينا نضع في حساباتنا أن العراق منذ 2003 إلى الآن لا يزال تحت مرمى نار شكرا جزيلا أشكر ضيوفي وبالختام عندي كلمة هذه الكلمة للبعض ما شفنا السياسيين في اليوم اجتمعوا وقرروا أو أصدروا بيان لصالح الشعب اجتماعاتهم بداخل العراق وبخارج العراق كلها عقص صفقات سياسية وقليمية وتبادل مصالح أنا أتحدث عن القتل مو عن جهة دون جهة ثانية عن الكل وللأسف جمهور التحالف إيش حصل من ممثليه شوفوا الجنوب وشوفوا نقص الخدمات والأمراض والبطالة وين اجتماعات التحالف وين اجتماعات التحالف ما تناقشون حال أهلكم وجمهور تحالف القوى العراقية شنو حصلت مناطقكم غير الإرهاب والتهجير ودخول داعش وخراب المدن هذا كله بسبب الخلافات محة خسران غير الشعب وحده أنتوا جاية مرسون السياسة كهواية وصفقات ومناصب وامتيازات مو خدمة للناس الشباب والعوائل هجت من العراق بمختلف الطرق والمجازفات وبعضهم غرقوا وراحوا ومحة السائل عليهم من المسؤول عن كل اللي يصير؟ من المسؤول؟ بلد الكفر حسب ما سموهم أحنوا أرحم منكم عن الناس يستقبلوهم يعالجوهم وينطوهم كافة احتياجاتهم الإنسانية الله أكبر عليكم اسمعوا شعارات ساحة التحرير وشوفوا الناس مجتمعة سنة وشعة ومسيح إيش لون ناقمة من كل الطبقة السياسية المظاهرات مستمرة والشعب في وحلي متزايد تصبحون على وطن يا أماني الله